انا كان والدي الله يرحمه كان تعبان كان عنده كانصر في الكبت وطبعا احنا كنا بنعمله عملية تغيير كبت كاملة فكان في دكتور من اليابان هو اللي كان بيعمل له العملية نصح نبنوع من الفاكهة اللي هو الدراجون فروت من طبيعة من الفاكهة دي ان هي بتحارب الخلايا السرطانية وبتمنع انتشارها فطبعا كان ساعتها الكلام ده كان حوية من خمس سنين تقريبا قلبنا الدنيا كلها في مصر على النوع الفاكهة ده فما عرفناش نجيبه خالص وبعديها بتقريبا سنة ابوها توفى برضو بنفس المرض كان انتشر في جسمه كله فده ده كان ساعتها الفكرة يعني احنا كنا موجودين في الزراعة بس كنا في انواع تانية خالص سلاج جوبا ونورنجا وده الدنيا الفكرة اللي هو ليه ما نزل عشر الحاجات دي في مصر اشهر الحاجات اللي ابتدينا بيها هي الليمون الكافيار آآ الليمون نوع تاني اسمه كاف فجوزة اللوز الهندي بس آآ يعني تخصصنا في انواع معينة اللي هو الاصفر اللي هو البالورة ده من اغلى الانواع ونوع تاني اصفر اللي هو الايزيس او الايزيس الباشوفروت الجرانديلا الجوف الفرنساوي آآ احنا عملنا تشكيل الموز الاحمر اللوز الهندي آآ الجرافيولا وده طبعا برضو عشان الكنسر او السرطان مفيدة جدا في سمارها واوراقها بالنسبة للشك الطبي فهي كل حاجة من الفواكه الاستوائية بتستخدم في علاج مرض او في علاج مناعي معين يعني في سبيل المسائل الباشون فروت او من معظم ادوية المناعة تعتبر بتستخرج من من الباشون فروت ادوية الكنسر او الاورام الاورام او الاورام الخبيثة فهي بتستخرج من الجرافيولا او من اولاق الجرافيولا الدراجون فروت فهو اه يعني اللي هو بيحارب برضو السرطان فالبابايا فهي مفيدة جدا في المناعة ومفيدة جدا للسرطان فاحنا عندنا يعني تشكيلة طبية من جميع الفواكه وكل النوع بيستخرج منه يعني علاج لمرض معين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة